كما أكد الرئيس السيسي أن إنشاء محطة تحلية المياه الموجودة في مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط محطة التحلية الموجودة هي ضمن خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط والأحضر لكننا في النهاية نبقى المية بتاعت النيل تكون لداخل الجمهورية وتقابل النمو السكان المحتمل خلال الخمسين سنة الجاية لأننا نقول أننا حاليا ما لدينا من مياه على عدد سكاننا أقل من خمسمائة متر مكعب مية في اليوم إذن في السنة فإذن أنا محتاج أن أنا أقابل النمو المحتمل في الطلب على المية بالنمو الذي سيحصل في السكان فنجيب مية منين؟ هنجيب مية للنمو السكان منين؟ فكانت الفكرة أننا نعمل وأنا أقول هذا الكلام الذي نقوله والذي يقوله الدكتور عاصم ده خط الدولة خطة خبرة وعلمة